ان شاء الله راح يتكلم عن نظرة نفسية عن موضوع الشبهات وحابب قبل ما ندخل في النظرة النفسية أن ألقي جانب عن تكون السلوك الإنساني وتعريف السلوك قليلا فيما يتعلق بالسلوك ثم بعد ذلك ندخل منه مدخل إلى الشبهات والغلوة اللي يحصل عند الإنسان بسبب دائرة السلوك ما نسميه بدائرة السلوك طيب لو أتينا أنه نحن نريد أن نعرف السلوك ما هو السلوك ممكن أحد يساعدني يشارك معي ما هو تعريف السلوك إيش معنى سلوك اتفضلوا ساعدوني الله تيكم العافية إيش معنى لما نقول سلوك إنساني إيش معنى السلوك التصرف والأفعال التي يقوم بها الأفراد الأفعال التي يقوم بها الأفراد تمام غيرها من أحد يساعدني شخص آخر يساعدني كتابة أو مداخلة صوتية تفضلوا لا بأس ما معنى السلوك إنساني ذكرت الأخت أن التصرف التي يقوم بها الفرد غيرها جوان مين ممكن يزيد لي عليها؟ طيب أنا اعتدر منكم أنه أنا مذكة من اليوم لكن ما حبيت أقطع الدرس تتحملوني قليلاً السلام عليكم السلام عليكم أخي الله تفضل أو كنت أقول بمعنى السيرة سيرة الإنسان سلوك الإنسان سيرة الإنسان هي شخصية الإنسان الشخصية هي سيرة الإنسان أما السلوك فهي الأقوال والأفعال الظاهرة الظاهرة أو الباطنة التي تصدر من الإنسان فكل قول أو فعل أو ظاهر أو باطن هو معتبر سلوك وهناك عندنا أعمال القلوب هي أعمال وسلوكيات تصدر من الإنسان وحتى أن الإسلام جعل تلك الأعمال محاسب عليها قد تكون أكثر من الأعمال الظاهرة لدى الإنسان طيب معذرة منكم طيب خلينا نيجي على دائرة السلوك كما نرى أمامنا عندنا الآن أمامنا اللي هو دائرة السلوك حبيت أضاءها أمامكم دائرة السلوك الآن في عندنا سلوك لكن هذا السلوك لا ينتج مباشرة عند الإنسان وإنما هناك شيء سبب هذا السلوك قبل السلوك في عندنا شيء نسميه مشاعر طيب ما هو الذي يؤثر في المشاعر الذي يؤثر في المشاعر هي الأفكار طيب من أين تأتي الأفكار تأتي من معتقدات وقيم طيب هذه المعتقدات والقيم من أين أتت في عندنا شيء نسميه دوافع فطرية وحاجات فطرية موجودة عند الإنسان هذه الحاجات الفطرية الموجودة عند الإنسان من ضمنها دافع الاستكشاف وحب الاستطلاع عند الإنسان هذا الدافع يؤدي الإنسان إلى البحث عن المعتقدات عن القيم اللي ممكن بشكل شخصية هذا الإنسان ومعتقداته هاللي من خلالها بيأثر على أفكاره على مشاعره على سلوكه طيب نحن اللي بيحصل عندنا إنه من ربي السلوك الظاهر عند الفرد ومنشتغل معه فترة التربية منذ الصغر على أن يقوم بالصلاة يؤدي الصلاة ثم بعد ذلك لما يكبر النسوم معانا بنحفظ الطفل القرآن بعد ذلك لما بيوصل الطفل إلى مرحلة 14 سنة 15 سنة أو إلى دخوله إلى الجامعة يحصل لدى الطفل انتكاسة سريعة بيأتي الأهل بيقولوا إنه نحن ما ربينا هذه الأمور عند الطفل نحن ربينا الطفل على الصلاح على حفظ القرآن على الصلاة ما ندري من اللي خلاه إنه هو ينتكس تلك الانتكاسة من أين أتت تلك الأفكار إلى ذهن هذا الطفل وبدأ يتشبع بالأفكار الإلحاد أو أفكار الغلوك كيف تمكنت منه تلك الأفكار مع أنه إحنا ما ربينا عند الطفل تلك الأمور طيب من أين أتت تلك الأمور نقول إنه كان في عندنا شيء اسمه تربية ظاهرية تربية قشرية وليست عندنا تربية عميقة فمن أجل ذلك جاءت الشبهات فتمكنت من هذا الفرد جاءت الشهوات فتمكنت من هذا الفرد والدوافع اللي موجودة عند الإنسان هي دوافع يعني طبيعية إنه فطرية موجودة عنده دوافع للبحث للاستكشاف دوافع الجوع دوافع الجنس كلها دوافع موجودة عند الإنسان وأنا رح مر لكم على تلك الدوافع واحدة واحدة من تلك الدوافع حتى نستطيع إنه نحن نستوعب دائرة السلوك بشكل جيد ثم نربطها بالشبهات اللي موجودة لدينا أو موجودة عند أبنائنا من أين تأتي تلك الشبهات فلو أتينا إلى دافع الأول اللي هو إلى العامل الأول الذي يشكل السلوك والدوافع فلو الإنسان انطلق من الدوافع إلى المشاعر مباشرة ثم إلى السلوك فنسمي هذا الدافع أو هذا السلوك الذي صدر من الإنسان ما رأيكم شو الاسم يعني الأصح أنه نطلق على هذا الإنسان اللي انطلق من الدوافع إلى المشاعر ثم إلى السلوك مباشرة يعني نقول فطرية سياء فطرية يعني من النوم المساعدة لا مو سلوك فطري الآن هو دوافع الفطرية موجودة لدينا فهذه الدوافع الفطرية الإنسان منطلق من الدافع إلى السلوك مباشرة طيب أرى أعطيكم المسمى هذا اسمه سلوك حيواني لأن الحيوانات ما عندها قيم ولا معتقدات ولا أفكار عندها مشاعر ثم سلوك يشعر بالجوع ودافع الجوع يجعله أنه يبحث عن طعام مجرد ما شعر بالطعام أنه هذا الطعام بناسبه فيأكل من هذا الطعام فيصدر منه السلوك دافع الجنس نفس الأمر دافع الاستكشاف بالنسبة للحيوان بدون ما يفكر لا بقيم ولا أفكار ولا أمور في مباشرة يتجه من الدافع إلى السلوك وهذا الأمر المشكلة فيه أنه أصبح موجود لدى كثير من الناس والله عز وجل عبر إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلة طيب ليش هم أضل سبيل لأنه انطلقوا من الدوافع والله عز وجل أعطاهم عقل وأعطاهم فكر حتى يفكروا فيه قبل ما يصدر منهم السلوك لكن أبوا إلا أن يكونوا كالأنعام فاستحقوا أن يكونوا أضل من السبيل أضل سبيل من تلك الأنعام فالانطلاق من الدوافع مباشرة إلى السلوك وسلوك من سميه حيواني ونحن لو أتينا أنه نربي عند الطفل منذ الصغة فيجب أنه نبدأ أن نربي بطريقة فيها عمق والعمق يأتي من تربية الدوافع قبل تربية القيم والمعتقدات والأفكار عند الطفل فنبدأ بتربية الدوافع فإذا إحنا ما ربينا الدوافع لدى الطفل سيطلع عند هذا الطفل السلوكية تخاطئة طب كيف يعني نربي الدوافع أي دوافع نربيها عند الطفل الطفل أول ما يتولد يتولد بمجموعة من الدوافع الفطرية والحاجات الفطرية الموجودة لديه طبعاً اتكلمت المدرسة الإنسانية عن تلك الدوافع بهرب ماسلو تكلم عن تلك الدوافع أيضاً روجرز تكلم عن تلك الدوافع بياجي أيضاً تكلم عن مراحل النمو وذكر أن الطفل في البداية عنده نوع من المشاعر والدوافع الموجودة لديه هو بيتحرك من خلال تلك الدوافع طيب تلك الدوافع الموجودة عنده الطفل بتجعله أنه يتحرك طبعاً حتى المدرسة التحليلية كانت هي مدرسة دوافع أساساً ما يعاب على المدرسة التحليلية اللي هي مدرسة فرويد أنه هو ركز على الدوافع وأنه هي التي تحرك الإنسان حتى لو كان كبير وأنه الإنسان يتحرك من خلال تلك الدوافع وأنه القيم والمعتقدات هي أفيون الشعوب وهي مخدرات للعقول يجب أن الشخص أن يتخلى عن تلك القيم والمعتقدات حتى يعني يحصل على من الذات الحياة بطريقة صحيحة بدون ما يكون عنده عقد نفسية ولا يكون لديه نوع من الكبد فهو انطلق من الدوافع بشكل كبير وهذا اللي يعني بس جاء سأركز عنه أنه معظم المدارس النفسية تحدثت عن الدوافع وكانت يعني تجعل أنه الدوافع لها قيمة أساسية في سلوك الإنسان بشكل كبير طيب لو أتينا أنه نحن تلك الدوافع بما أنه تلك الدوافع هي أساس في التربية طيب كيف نربي هذه الدوافع الطفل منذ الصراط هو بحاجة إلى تربية الدوافع طيب أي دافع الطفل لما يتولد لديه يبدأ يعمل لديه أول ما يعمل لدى الطفل هو دافع الخوف فعندما يخرج من بطن أمه يبكي طيب هذا البكاء الذي صدر عند الطفل إذا كان حصل نوع من الاستجابة للبكاء فيتعود الطفل أنه هو يحصل على الأمان والراحة من خلال البكاء أو رفع الصوت أو الصراخ فهو يتعود على ذلك ويستمر معه هذا السلوك أيضا هو الطفل عندما يولد يبدأ يستكشف العالم من حوله وهو دافع موجود لديه بشكل فطري فيتعرف على الأشياء يتعرف على الألوان يتعرف على الأصوات يبدأ يتعرف على كل شيء من حوله ويبدأ بعد ذلك عندما يكبر قليلا يبدأ يلمس يعني جانب الحسي الطفل من مرحلة المهد هو حسي بشكل كبير جدا ويتحسس الأمور بيديه ويضع الأمور بالفم ليستكشف الجوانب من حوله طيب نحن إذا تركنا هذا الطفل بدون ما ربي تلك الدوافع الموجودة لديه وعطينا الطفل كل ما يريد بدون ما يكون فيه ضبط لتلك الدوافع فبعد ذلك راح يطلع الطفل دافعي مندفع بدون ما يفكر بعقله بدون ما يفكر بأفكاره لأنه إحنا ما اشتغلنا على ترفية تلك الدوافع عند هذا الطفل فممكن يتعرض إلى شبهات شهوات ينساق إليها لأنه لا يستطيع أن يضبط دلك الدوافع من تلك الدوافع التي تؤثر على جملة حياة الإنسان هو دافع الجوع دافع الجوع له علاقة بمعظم دوافع الإنسان لأنه كما يقال يعني من ملك بطنه ملك فرجه من ملك بطنه ملك عقله فدافع الجوع يعني كما قيل أنه كاد الفقر أو الجوع أن يكون كفرا يعني ممكن أنه الإنسان بسبب الجوع أنه يتنازل عن كثير من القيام يتنازل عن كثير من الأفكار وأنه يقوم بسلوكيات خاطئة فمن أجل ذلك لو أتينا إلى أنه نحن لما نريد أن نعدل السلوك أو أن نضبط سلوك الإنسان وأن يصبح سلوكه سوي فلابد أن نأتي إلى ضبط دوافع الإنسان لأنه لو أتينا أنه إحنا العوامل المؤثرات في السلوك الإنسان في عندنا عوامل داخلية موجودة وراثية أو فطرية موجودة عند الإنسان في عندنا عوامل بيئية وخارجية لدى الإنسان بتأثر على هذا الإنسان طيب فنحن الآن جاهزين نتكلم على العوامل الداخلية الموجودة عند الإنسان وكيف نحن نريد أنه نحن نربي تلك الدوافع لأنه لو أتينا وهنا نأتي موضوع رح نركز عليه قليلا أنه ما أسباب وقوع السلوك الخاطئ سواء من خلال الشبهات أو الشهوات لماذا يقع الإنسان بالسلوك الخاطئ من أحد أسباب وقوع الإنسان في السلوكيات الخاطئة هو عدم الخدرة على ضبط الدوافع والمشاعر الموجودة لديه فهو يندفع وراء الدوافع يسعى إلى إشباع تلك الدوافع وتلك الحاجات الموجودة لديه دون أن يفكر في كيفية إشباعها بطريقة صحيحة موسيقى موسيقى موسيقى